وهي ايضا الزهراء سلام الله عليه ايضا روح رسول الله صلى الله عليه وآله روح رسول الله التي بين جنبيه كما ينصر الخبر طبعا الذي سمعناه ولكن ما هي روح رسول الله صلى الله عليه وآله وما هي اوصافها هذا ايضا مما يستحيل لنتوصل الى حقيقته لكننا حين نقول كما هو المسلم لدى المسلمين والمتشرعات ان النبي صلى الله عليه وآله خير الخلق على الاطلاق وهو فعلا خير الخلق على الاطلاق فليس ذلك جسده ووجهه وعيناه مثلا او اي شيء لا في الرغم من اهميتهما وطهارتهما وانما تلك روحه العليا التي هي اعلى المخلوقات واول المخلوقات واهمها واقواها واعلمها واقربها الى الله سبحانه وتعالى وهي خير الخلق اجمعين بما فيها الانبياء والمعصومين والملائكة وكل شيء اخر ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الانبياء والمرسلين سيد الانبياء والمرسلين وقد بعث الانبياء والمرسلون بالايمان بنبوته وبميثاق ولايته وينصه على ذلك القرآن الكريم لوضوح النص على وجود الاسلام قبل الاسلام قبل نزول الاسلام على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وموجود في فهم الانبياء السابقين قال تعالى ما كان ابراهيم سلام الله عليه ابراهيم دين شنو ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال على لسان ابراهيم واسماعيل عند بناء البيت الحرام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم واسماعيل واسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمننا واشهد بأننا مسلمون أو بأننا مسلمون إذا كنت لم أحفظ الآية إلى غير ذلك من الآيات الكريمات واشهد بأننا مسلمون